بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيش الروسي يحول المركبات السوفيتية القديمة لمسيرات لضرب الخطوط الدفاعية للجيش الأوكراني وللمرة الثانية في 24 ساعة كسر الهجوم في غابات الإيمان والجيش الروسي يتحول للهجوم المضاد وجنود من الجيش الأوكراني أبلغوا الروس بمواقع مخازن الأسلحة فتم تدمرها في خاركيف وفي جنوب دونسك إصرار أوكراني على اختراق الدفاعات الروسية والنتيجة أرتال من الخسائر وماكرون يعلن تسليم صواريخ يوروسام إلى أوكرانيا وتأثيرها وفرصها أمام الكنجال تفاصيل وتطورات مهمة جدا هننقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة في شهر مارس كان فيه سخرية من عمليات نقل الدبابات والمركبات السوفيتية القديمة لمحاور القتال أتذكر البوست الشهير اللي كان بتداول في السوشيال ميديا وقتها أدعو الله ألا يتم إرسالها إلى جبهات القتال في أوكرانيا ولكن خلال اليومين اللي فاتوا الجيش الروسي بدأ يستخدمها بشكل غير متوقع من خلال تحولها لمسيرات برية غير مأهولة مشحونة بحمولة متفجرة فيها من 5 ل 6 طن بيتم التحكم فيها بالسلك لتوجهها للنقاط الحصينة للجيش الأوكراني وتفجيرها وأكتر من مرة تم ضرب مناطق دفاعية للجيش الأوكراني بنفس الطريقة لدرجة أن القوات الأوكرانية صدر لهم تعليمات أنهم أول ما يشوفوا شاحنة قديمة أو دبابة سوفيتية بتتحرك ناحيتهم يضربوها فورا بالصواريخ المضادة للدبابات لأنها بتسبب انفجار كفيل بتدمير الموقع بالكامل فالروس بدل ما كان عندهم أطنان من الدبابات السوفيتية ما بيستفيدوش منها بدأوا إلى قولها استخدام ميداني مدمر ومش هيكلفهم شيء المهم هنبدأ منقشة التطورات الميدانية من محور كراسني ليمان الجيش الأوكراني قرر محاولة الهجوم بلوائين وهم اللواء 63 ولواء الدفاع الإقليمي رقمية ولكن فرق الكشافة الروسية تمكنت من رصد التحركات الهجومية وضربوهم من بعيد بالمدفعية والراجمات وأجبروهم على التراجع بعد ما دمروا فيهم ثلاث مركبات مشاق تالية ومركبتين مضادة للألغام وخصوصا أن الهجوم كان لسه مبدأش فلو استمروا كانوا يتعرضوا لخسائر ضخمة فتراجعوا وفي محور يامبول قرر الجيش الأوكراني المحاولة الهجومية نفسها بقوات من اللواء المستقل رقم 67 وبمجرد اكتشافه من كشافة المخابرات الروسية بدأ طيران الجيش التكتيكي الهجوم عليهم بالأسلحة المضادة للدروع وأوقعوا فيهم خسائر وأجبروهم على التراجع بعدها تحولت القوات الروسية من الدفاع للهجوم وأحرزت تقدم جديد في محور الهجوم على كراسني ليمان وضربات الطيران الروسية استهدفت مستودعات للزخيرة ولوجستيات للجيش الأوكراني مواقع المخازن في محور ليمان وفي خاركيف حصل الجيش الروسي على مواقعها من خلال استجواب تم العناصر من الجيش الأوكراني ووقعوا في الأسر وهم اللي بلغوا موقعها وإحداثياتها للجيش الروسي وتم فورا تدميرها وفي محور جنوب دونسك وشمال زابروجيا اللي كان أول محاور الهجوم المضاد الأوكراني الجيش الأوكراني مصر على اختراق الدفاعات الروسية رغم أن كل المحاولات قبل كده تعرضت لانتكاسات وخسائر كبيرة إلا أن الجيش الأوكراني قرر النهاردة الهجوم مرة تانية على فيرميفيسكي ونوفو دينسكوي ولكن بنفس الطريقة القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر ضخمة بدأت من الخسائر من الحركة في حقول الألغام واتدمرت مركبات أشكوش الأمريكية المضادة للألغام من الألغام ودي المفارقة الغريبة وبعدها تدخلت من روحيات الكاموف والدرونات وفرق قنص الدبابات والمعلومات من المراسلين بتأكد على تراكم أرتال من الدبابات والمضرعات المدمرة تلات دبابات ليوبارد A6 أحدث نسخة و14 مركبة مشاة قتالية و20 مركبة مضادة للألغام و2 من شاحنات جر المدفعية ومدفعين M777 وعدد من مضرعات كيربيلاميس القوات اللي اعترضت الهجوم هي فرقة كاسكاد ولواء المدفعية رقم 40 من مشاة البحرية والجيش الأوكراني بينشر بيانات بيأكد أن الحد الآن لم يستخدم غير 32 ألف جندي ما نسبته من الجيش الأوكراني 8% فقط خلال الهجمات اللي تم تنفذها في محاور زابروجيا ودونسك وللمرة التانية بيتردد الكلام عن الضربة الرئيسية ومصادر غربية أشارت إلى أن الجيش الأوكراني لحد الآن لم يستخدم من قواته المخصصة للهجوم المضاد غير 3 ألوية من أصل 12 لواء وظهرت حشود ضخمة للجيش الأوكراني اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات في منطقة خرسون وتحديدا في كورسونة ولكن الجيش الروسي فورا بدأ في استهداف مخازن زخيرتهم ومراكز التزود بالوقود بضربات من الطيران والصواريخ والنوع ده من الضربات بيسبب شلل لتحركات القوات وبيعجزها تماما ولكن النهاردة الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن عن تسليم أوكرانيا منظومة صواريخ الدفاع الجو الأوروبية سام بتي أو يورو سام ودي منظومة مواصفتها التقنية أقوى من الباتريوت الأمريكي مدى 120 كم وأهم شيء بيميزه إن الصاروخ بتاع المنظومة بتوجيه راداري إيجابي نشط بيشتغل بنمط إطل كوانسا يعني مش بيحتاج من الرادار أن يفضل مغلق على الهدف لأن الصاروخ بيمتلك باحث راداري نشط بيتفعل على مسافة معينة من الهدف وبيتوجه تلقائيا للهدف كمان رادار المنظومة مالوش نقاط عمياء يعني بيرصد على زاوية 360 درجة عكس الباتريوت مفيش معلومات عن النسخة اللي تم توردها الأوكرانيا هل النسخة الأديمة برادار أربيل ولا النسخة الجديدة برادار جراوند ماستر لأن الفرق كبير جدا وفرنسا وإيطاليا تعهدوا الأوكرانيا بمخزون كبير جدا من الصواريخ للبطارية من 800 صاروخ ولكن في كل الأحوال برضو هتبقى أمام الكنجال عاجزة تماما ولو شكلت أي عائق أمام الهجمات الروسية ديتها هجوم بصواريخ كنجال زي ما حصل مع الباتريوت وهيتم تدميره لأنه ببساطة الصاروخ المهاجم أسرع بكتير من الصاروخ المدافع أكتر من ضعف سرعته ومع المصاري المتعرج الغير متوقع فبالتالي فرص تتبعه واعتراضه شبه مستحيلة وبالتالي المنظومة الأوروبية رغم تقدمها إلا أنها دخلت أمام خصم قوي جدا وغير تقليدي وفرص بقائها مش مضمونة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته